مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يشهد سوق المواشي في محافظة إربد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على عكس تماما من الأسواق التجارية فيها ويتوقع بائعوء المواشي بأن يبلغ هذا السوق ذروته أول أيام العيد مواطنين أو مواطنون عفوا في المدينة أكدوا أنهم يسعون لتقديم هذه الأضاحة إرضاءا لله واقتداءا بسنة أنبيائه عليه السلام خلينا نشوف التقرير التالي مع زميلنا المبدع دوما غيث التل الأضحية أهم شعائر العيد يؤديها المقتدرون ويفرح بها الفقراء والمعوزون اربد حاضرة الشمال وعروسه امتلأت بأماكن بيع الأضاحي بمختلف أنواعها وصنوفها إذانا بقرب العيد وجاء الناس من كل صوب وحد قاصدين إرضاء ربهم بتقديم هذه الأضاحي قربانا له والدتي الله يرحمها كانت تربي حلال وما كنا نعرف الروماني والمستورد كانت دائما تربي حتى قبل عيد الأضحى بثلاث شهور تربي لها خارفين هي وأبوي حتى قبل ما يجي العيد تعتني فيه زي الطفل كل يوم بعد يوم تعمله دش والزينه وكانت الله يرحمها تجيب حنة امرار تكحل جلال الخروف وتعتني فيه وتجهز للعيد والعيد كان عندنا صحيف بذلك الوقت يعني بهجة عظيمة جدا ما كنا نشتري أواعي للعيد لأنه هي عيد لحم أضحى مقتدين في سنة أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام والله لما أذبح الخروف يعني شعور عظيم جدا فرحة وكونها والدتي يعني تعبت علينا كثير يعني حاب أشترينا خروف بلدي صراحة ولو أنه البلدي يعني لي ودهن بس إحنا يعني كنا نوكل لي كثير ولازلت وكل لي ما بتأثر يعني صراحة الأضاحي مختلفة أنواعها متراوحة أسعارها من مدينة لأخرى لها شروطها وصفاتها لا يريد مقدميها غنيمة سواء إرضاء الله بإتمام واحدة من شعائره الناس بتقبل على الضحايا لأنه عيد الله والناس بتذبح وتفجر دم وعيد كل الناس بتبقى فرحان فيه وأنه يكون الضحيين فوق عمره فوق الست شر نتقبخانه من الأمراض لا تكون عورة ولا عرجة ولا عمية تكون هزيلة أو ضعيفة البلدي هو أفضل من الروماني بس الناس صارت تفل على الروماني لأنه أخف دهن واللي متعود على الروماني صعب تقنعه على البلدي واللي بوقل بلدي صعب أنك تقنعه يأخذ روماني أكثر شيء والله على الروماني يا عمي وليس على البلدي البلدي غالي البلدي النظيفة قل من ثثمية والله يا عمي ما فيه والروماني نظيف من 200 إلى 220 والوسط من 120 إلى 150 هذا والناس بتحبه ولا غير النظيف واللي بدور سعر بيلاقي الأردنيون يعرفون الفرح والعيد موسمه والأضحية تزينه وتؤكد تعاضد هذا المجتمع وتماسكه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر